مرحبا اليومنا نعمل مع بعض طبق شهير كتير من المطبخ الأردني الأصيل واللي هو المنسف المنسف هو من أشهر الوجبات بالأردن وهو الطبق الوطني حيث يعتبر الأردنيين الأشهر بإعداده وهو عبارة عن ثريد لحمة ضقن بلبنة بيتميز باستخدام لبن الجميد اللي بنصنع من الحليب من بعد تحويله للبن رائب يعتبر المنسف هو الطبق الرسمي بالأردن وهو جزء ما بيتجزء من الثقافة والتقاليد الأردنية حيث يتم تقديمه بالمناسبات الكبيرة مثل الأفراح وحفلات التخرج ويعاد بمثابة ترحيب كبير بالضيف من خلال إعداده تكريمه فيه لهيك خلينا نروح مع بعض ونشوف كيف بتحضر هالطبق الطيب وشو محتاج من مكونات ومعادير بالبداية لتحضير الجميد محتاجين لحم خروف جميد وآخر شي اللبن هلأ لتجهيز اللحم يفضل استخدام لحمة بعض مو متل مملاحظين وإنه يكون عليه طبقة من الدهن بهالشكل والأفضل إنه نطلب من اللحم يقطع لنا القطع حجم كبير بهالشكل بيكون منظرة أحلى عند التقديم منضيف بالبداية حبتين من البصل الصغار ومنغمرهم بالمي الباردة تمهيدا لوضعهم على النار لحتى تطلع زفرتهم ونشيل كل الزنخاء اللي موجودة باللحمة بهالأثناء منحضر خليط اللبن مع الجميد منضيف بحدود الكليين من اللبن بهالشكل وأنا هون استخدمت الجميد السائل كيلو في عبوتين كل عبوة فيها 500 جرام تجي بهالشكل ولكل عبوة بغمرها بالمي زي ملاحظين الوزن 500 جرام فأنا استخدمت تنتين بغمر مي بكل علبة لحتى تطلع كل الخلاصة البقيانة وهي العلبة الثانية ونفس الشي بحط فيها مي عيار عبوتين منها يعني بمعدل كل علبة من الجميد عيارين من المي أنا استخدمت علبتين في أربع عيارات مي ومنضيف عليه هون معلقة كبيرة من الملح لحتى نزبط الطعم منحرك كتير منيح لحتى نوحد المزيج اللبن والمي والجميد مع الملح ونمنع وجود أي تكتلات وما لقيت الملح كافية متل ما منعرف الجميد مالح واللي بيحب بزيدي نقص هذا بيرجع لكم هيك لحتى نحصل على هذا القوام وهلأ منتفقد اللحمة منلاحظ كيف بلشت الزفرة تطلع الوش شايفين منصفية بهالشكل منتخلص من كل هاي الماي ما تخافوه ما بتروح دسامة اللحمة بالعكس منتخلص من كل الزفرة اللي فيها ومنحاول نغسلهم قطعة قطعة تحت الحنفية طبعا نستخدم مي دافية شوي لحتى ما تشد معنى اللحمة وتقسى وهيك بنحصل على قطع نظيفة من اللحم وما فيها ان شاء الله ولا اي ريحة زنخة ولا زفرة شايفين وهلأ على طنجرة عن نار منحط شوية سمنة ومنضيف عليهم بحدود البصلتين الكبار مقطعين بهالشكل منقلب البصل بالسمن كتير منيح لحتى يدبل معنى وطبعا هون درجة الحرارة عالية منضيف رشة من الفلفل الاسود لفرش بهالشكل ومنقلبهم كتير منيح لحتى نعطي البصل نكهة طيبة طبعا نحنا ما بدنا نحمس البصل يعني ما بدنا ياخد لون اشقار بس مجرد يدبل ويصير شفاف معنا بهالشكل منضيف بحدود النص مع الأصغيرة من الكركم منحمصه مع البصل والسمن بهالشكل لحتى نعطي اللبن لون حلو نكثر بياضه ومنضيف 6-7 حبات من الهيل الحاب وبعدين منضيف عليهم قطع اللحم للمخصولين ومنقلب كتير منيح ليكتسب اللحم نكهة البصل مع الهيل مع الكركم والسمنة منقلبهم كتير منيح تمهيدا لاستقبال اللبن والجميد الفكرة انه نخلي اللحم يستوي مع الجميد يعني ما بدنا نسلق اللحم وبعدين نضيف عليه الجميد لأ بدنا اللحمة تستوي مع الجميد بهالشكل ونضيف عليه بهالمرحلة ونخليهون يغلوا مع بعض وياخد اللحم نكهة الجميد وياخد الجميد نكهة ودسامة اللحمة بنحرك المكونات كلها مع بعض ومنتركن يغلوا على مهلون وهي هي الطريقة الاصلية لطبخ الجميد عن جد بتحصلوا على نديجة ولا اروع بنعطيها برشة من جوز الطيب بتعطيها نكهة كتير طيبة وهلأ منغطيهون بنوطي عليهم ونتركن يستوع مهلون وبهالأثناء منحضر لتجهيز الرز محتاجين السمن خبز الشراك أو خبز الصاج بقدونس مفروم ولوز للتزيين وآخر شي محتاجينه الرز ويفضر استخدام الرز المصري للمنسف اللي حبته صغيرة بيعطي نتيجة قطيب بالبداية على طنجرة على النار منحط السمن ومنضيفه عليه اللوز منحمصه كتير منيح لحتى نحصل على هاللون الذهبي منحطه على محرمة ليتصفا وبنفس السمن اللي قلينا فيه اللوز منضيف الرز المخصول والمنعوق لمدة نصف ساعة مع معلقة ملح وخل منقلب كتير منيح لحتى يتحمص الرز ويتغلف بالسمنة يعني كل حبة رز بدناها تتغلف بالسمن لحتى نحصل بالنهاية على الرز نثري ممخباز منضيف معلقة صغيرة من الكركم ومعلقة كبيرة من الهيل لنناعم المطحون منقلب كتير منيح لحتى نعطي الرز لون حلو يعني ما منكتر كركم ما بدنا يطلع أصفر كتير بس نكسر لونه والهيل بيمنح نكها كتير طيبة واللي ما بيحب الهيل الناعم ممكن نضيف حبتين من الهيل الحب كمان بيعطي نكهة ودايما منحرك بخفة متل مملاحظين وهلأ صاروقت نضيف معلقتين من الملح لتعديل النكهة وطبعا فيكم تضيفوا الرز بسمتي إذا بتحبوا أو ممكن تخلطوا بسمتي مع رز مصري بس هو للمنسف يفضل استخدام الرز المصري بيعطي قوام أحلى بالتأديم يعني لما منشرب الرز واللحمة بالجميد فبيكون منظر الرز المصري أزبط وهذا بالنهاية بيرجع لكم هلأ اتحمص معنا الرز متل مملاحظين شايفين كيف كل رزة برزتها وصار حاضر معنا لاستقبال المي السخنة أو لو في مرقة لحمة منحرك كتير منيح لحتى يغمر يعني الرز ينغمر بالمي وبهالمرحلة درجة الحرارة بتكون عالية ما منغطي على الرز أبدا بانتظار أنه يصل مستوى الرز على مستوى المي وقتها منغطي الطنجرة ومنتركها على نار وسط وبمجرد ما يختفى المي عننا وبتبلش تظهر عننا هالفقاعات منوطي تحت الرز على آخر درجة على أوطى شي ومنغطي عليه ومنتركه يتهدى وهلأ منتفقد الجميد عننا منلاحظ كيف عم بيغلي مع اللحم طبعا اللحمة استويت إلا بحدود الساعتين عم تغلي مع الجميد لاحظين كيف تشربت كل اللبان واستويت منظرة بيشهي وشوفوا قوام اللبان كيف تسبك معنا طبعا فيكن إذا حسيتو سمك تضيفولو لبان عيران كمان بيعطي حموضة ونكهة كتير طيبة بس أنا كان العيار عندي كتير ممتاز لاحظين قوامه طبعا فيكن تتحكموا بالسماكة حسب ما انتو بتحبوه وهلأ منشيك على الرز لاحظوا كيف استوى وتهدى لاحظوا كيف انفلفل مو خابس معنا أبدا ما شاء الله وهيك جاهزين للسكب منجيب الصدر اللي نقدم فيه ومنحط أول الرغيف من خبز الشراك بهالشكل واللي بحب يضيف الرغيف تاني متل ما رح أعمل وبعدين منشرب الخبز بالجميد بهالشكل تمهيدا لاستقبال الرز عليه طبعا الريحة ما بخبركم ريحة الجميد ريحة اللحمة مع الجميد عن جد بتحسوا حالكم بنص عمان بنص محل الإدس أو محل جبري بنص محل جبري بنصكب الرز بهالشكل شايفين كيف ماشاء الله مفرفد كتير ناس بخافوا من طبخ الرز المصري ما بينجح معهن بيطلع ماسك عبعضه بس عنجد إذا اتبعتوا نفس الخطوات وحمصتوا الرز بالطريقة اللي انا عملتها رح تحصلوا على نتيجة اكتر من رائعة رح تحصلوا على رز مفلفل حتى لو كان رز مصري بنوزع الرز الكمية اللي منرغبها بهالشكل شايفين شكله شو حلو ولاحظوا لونه كتير حلو يعني ما طلع معنا غامق كتير هلا منباشر بتوزيع قطع اللحم طبعا ما بخبركم طراوت اللحمة وريحتها ما فيها اي زنخة ولا زفرة بتشهي دايبة متشربة كل اللبن وطرية وبتخيل الصورة عم تحكي لحاله لون اللحم وقوامه لون اللحم وقوامه عن جد بتمنى تكون تجربوا هالطريقة لحتى تستمتعوا بقطيب منسف ممكن تدقوا بحياتكم منخلص كل الكمية بهالشكل ومنغطي صدر المنسف ومنغطي صدر المنسف قد ما منقدر حسب كمية اللحم نتنفرع عنا وهلا اصار وقت نسقي قطع اللحم بالجميد بهالشكل منوزع جميد السخون فوق قطع اللحم لحتى يعطيها لون ومنظر حلو وبعدين منوزع عليهم رشة من اللوز المقلي واخر شي منختم برشة من البقدونس المفروم بيمنح طبقنا لون حلو ومنظر منعش وبعدين منغطي طبقنا بيرغيف من خبز الساج لحتى يبقى صخن وعند التقديم بنكشف عن وش الصدر بهالشكل لحتى يطلع معنا المنسف ويظهر بأحلى طلة متل مو شايفين وهي الجميد حاضر معنا صفيناه من البصل والهيل شايفين سماكته وقوامه بنسقي فيه وش الصدر بهالشكل قدام ضيوفنا لحظوا طروة اللحمة ولونه قديش وشهي هلق بنندوق وطبعا لازم نسقي كل اللقمة بالجميد السخون متل ما رح اعمل موسيقى عن جد طيبة كتير بنصحكم تجربوها اللحمة دايبة حمودة اللبن بتجنن وملوحته رائعة ولأكل الجميد أصول معينة هي انه بيأكلوها بالإيد ما بيستخدموا معالق ولا صحون مباشرة من الصحن الرئيسي هاي كانت وصفتنا اليوم بتمنى تكون عجبتكن ما تترددوا تطبقوها أبداً ولا تنسوني من اللايك وسبسكرايب إذا عم تحضروني لأول مرة وتضغطوا زر الجرس لإسالكم كل شي جديد رح نزله إن شاء الله باي باي